اسمح لي ما هو تقييمك كشاهد على الأحداث في ذلك الوقت وعلى ما حدث في حرب العام 1948 وقد عيشت بعض أجزاء هذه الحرب رغم أنك كنت طفلا في الثانية عشر من عمرك ما هو تقييمك لهذه الحرب ولما حدث بعد هذه الفترة الطويلة على وقوعها وقد شاهدت جزءا منها والله أنا بقول أنه تنحزين أن الأمة العربية وضعت مهادلة غير طبيعية في ذلك الوقت إسرائيل كانت تولى عن نفسنا دولة صغيرة مسكينة ضعيفة ثم يهاجم سبع جيوش دول عربية فتحدث ضجة في العالم الغربي سبع جيوش تهاجم على ناس ضعاف الغر فتعطيهم قوة وامدادات ومساعدات ثم كانت الدول الكبرى تستخدم دائما حق النقض الفيتو لأي قرار يخدم مصلحة الفلسطينيين أو الأمة العربية أما إذا كانت إسرائيل متضايقة من المعركة فإن الفيتو على طول يبدأ ويشتغل وتكون القرارات مجلس الأمن فورية بوقف القتال إذا كانت المصلحة لإسرائيل تتقدم فمجلس الأمن لا يجتمع ولا يتخذ قرارات وقفة نحن عندما كنا لو كنا نحن الشعب الذين نقاتل لا نخضع لمجلس الأمن ولا قراراته لكن دول لابد أن تخضع لهذه القرارات فكانت توقف القتال إذا كانت المصلحة للعرب فيش قرارات وإذا كانت المصلحة اليهود تجد القرار فوري خلال ساعات تكون قرار بوقف القتال الواقع أنه يعني الإخواننا في الجيش المصري بذلوا كثير ودفعوا كثير ولولا الخيانة التي كانت تأتي من القصر والأسلحة الفاسدة التي تعرضوا إلها ولا كان لهم دور كبير ودور جيد في المعركة أنا أذكر هنا كمان يعني شيء طيب أنه كان في جانب الجيش المصري مقاتلين متبرعين من الإخوان المسلمين في فلسطين حتى أذكر أن الجيش المصري فقط تب 81 شرقي غزة من هجوم إسرائيلي غدر إسرائيلي ولم يستطع استعادتها بكل إلا أن المجاهدين المقاتلين تقدموا وفتحوها وعادوها ثانية تبت استطيع أن تسيطر على الخط كله كما الجيش المصري دخل الأسفلت العام وترك مستعمرات على الخط على الأسفلت كان المفروض أنه هو ما يتركهاش لأنه تتذكر عليه الطريق في الماضي يعني مثلا كفار دروم اللي هي عن دير البلح كانت موجودة واللي استولى عليها الشيخ محمد فرغة اللي يرحمه بالمقاتلين معاه بعد صلاة الجمعة واستولى عليها في وضع النهار يعني المجاهدين المصريين الله يزيهم الخير المتبرعين مع الفلسطينيين نضموا لهم كانوا أدوا دور جيد حتى لقد قرعت في كتاب الإخوان المسلمين وحارف فلسطين لهم ألف وكمال الشريف نعم كان بيقولوا أنه قاعد الإخوان اتجه لللواء في قاعد صادق في ذلك الوقت قالوا ليش بتسحب؟ قالوا لأن الطريق مقطوع علينا قالوا طبعا أنا مستعد أفتح الطريق أعطيني الليلة وأنا أفتح لك الطريق ووجف الإنسحاب قالوا ماشي فجمع قواته والمقاتلين معاه واتجع إلى بيت حنون ودير سنيد لفتح الطريق فوجد الإنسحاب مستمر قالوا مش اتفقنا توقف الإنسحاب قالوا هذه هي أوامر قالوا ما دام أوامر وأنا عمل إيش بعد هيك حد نعم فكانت الأوامر الثاني بالإنسحاب لأن بريطانيا تريد المعركة هكذا وتصور تكون معركة قاعدة قلوب قاعد الجيش العربية قلوب هو الملك عبد الله كان هو القاعد وقلوب هو القاعد الجيش الأردني معنا القيادة تسلم قلوب وهو بريطانيا فمكنتش المعادلة الصحيحة في معركتنا مع إسرائيل واليهود وخسرنا المعركة وهذا من الأمور المؤلمة والذي نحمد الله عليها والذي لا يحمد على مكروه سواه كذا وقعنا أنا عايشت الجيش المصري في غزة وأنا طفل والفقر كان شديد والجوع شديد كنا نذهب إلى الجيش نأخذ قطع خبز تزيد عن الجنود أو طبيخ يزيد عن الجنود يعني درجة الناس محتاجين هذا محتاجين جدا فكانوا فعلا طيبين ومهامرة طيبة وما يفيد عن الجيش كنوزعوه على الناس ويأخذوه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة